بسم الله الرحمن الرحيم عملين يا بنات دي رفجن على الجزء اللي داخل معانا في الإجزاء أول question بيقول لي لا دي اللي ايه اللي غلط تمام ان انا بس هو المسؤول عن بعد كده مديني بيقولي ان فيها ومديني في وعايزني اجيب انا الجميت بتاعة التاني طيب هنا المفروض ان انا عندي الاولاني ده ومديني عندي واحد من الجميت بتاعته يبقى لازم الجميت التاني اللي هنا يكون برضو طيب وعشان اجيب الجميت التاني هنا برضو نفس الفكرة عندي مرات يبقى ودابليو سمول يبقى انا مين اللي ناقسني الجميت بتاع ال W اللي يبقى التاني ده عنده واحدة وواحدة دابليو سمول يبقى الجينو تايب بتاعه و هنا اردي هو مديني برضو و كابتل دابليو سمول طيب وحنا هو قايل لي ان ال W او يبقى معنا كده يبقى معنا كده أننا عندي post parents are hypered للlong wing أو للصفة dominant يبقى أنا هنا هاختار number B post of parents are hypered long winged number 3 the plot group that receives the plot from all other groups إحنا عارفين إن الuniversal recipient أو الuniversal receiver اللي ممكن يستقبل من أي حد بس هوا هنا المرة دي مديني واب negative طيب المفروض اللي يعمل receive من أي طيب تاني يبقى ما بيعملش أي antibody لأي أنتجن موجود وهو لازم يكون عنده كل الانتجنز علشان ما يكونش أي أنتبادي ضدها مين اللي عنده كل الانتجنز الخاصة بال هو الاب positive تمام بعد كده بيقول لي after crossing two strands of pea flower sweet pea plant all the flowers of the first generation were pink colored because of طيب ال pea flower plant أو ال sweet plant ده إجزامبل على ال complementary genes طيب إيه اللي بيحصل فيه ال complementary genes conversions of a pair of dominant gene with a pair of recessive gene يعني أنا ال two parents اللي عندي واحد منهم بيكون عنده ال pair dominant وواحد بيبقى عنده ال pair were recessive ولا اللي اتنين بيكون عندهم dominant or recessive gene ولا conversion of dominant gene from each pair of the two pairs of gene يعني لازم يكون عندي dominant gene من ال two pairs إحنا اتفقنا أنه في ال complementary أنا دايما بيكون عندي two pairs of gene controlling الكاركتر بتاعتي فلازم عشان تظهر الصفة ال dominant يكون عندي ال two pairs فيهم dominant pair أو sorry dominant gene فعشان كده نحا اختار number c number five بيقول لي the inheritance of recess factor the rh antigens is controlled by how many pairs of genes احنا اتفقنا أنه احنا عندنا three pairs of genes controlling the rh factor طيب in the opposite figure represent the karyotype of طيب لما بيبقى عندي karyotype أول حاجة ببتدي أبص عليها هل هم pairs ولا single chromosomes لو أنا بتعامل مع single chromosomes يبقى أنا بتعامل مع جميط يبقى أنا حفكر في ال sperm أو في ال over لو هم pairs زي اللي موجودين عندي كده يبقى أنا بتعامل مع somatic cell طيب بعد كده ببتدي أشوف هل arrangement مظبوط ولا لا ماشي descending order ولا لا هل عندي أي abnormality من الكيسز اللي احنا كنا واخدينها ولا لا طيب حبص علي ان الترتيب ماشي descending order ما عنديش أي مشكلة الكروموسوم number 21 موجود في two pairs عادي ما فيش أي extra كروموسوم ال pair number 23 XX كروموسوم برضو normal يبقى دي كاريو طايف of female و somatic cell of female طيب تعالوا نشوف اللي تشويس اللي ما اديها لنا بيقول ال human sperm أو human ove male skin cell و female pancreatic cell طيب احنا اتفقنا انه ماينفعش انها تكون جميط يبقى انا بتكلم او باختار ما بين السوماتيك سل طيب male ولا female هو مش حيفرق معايا skin ولا pancreatic انما هو الفارق male ولا female بما انه عندي number 23 symmetric يعني شبه بعض XX يبقى دي female يبقى انا هاختاري ال choice اللي في female بعد كده بيقول لي when mitosis division occur meiosis division then fertilization يبقى انا عندي two process حصلوا mitosis meiosis fertilization عايز sequence of changes happened to the cell طيب مبدأ ايا كده اول ما لقي mitosis division احنا عارفين ان mitosis division gives or produce similar cell يبقى انا هبتدي اقل الاختيارات اللي عندي واشوف ال answers اللي فيها ال two cells طالعين similar يبقى انا عندي BOD طيب meiosis division هو ينفع ان السلز اللي عندها in number of chromosome تعمل meiosis لا يبقى انا استبعدت الاختيار number D وما قداميش غير B ان انا عندي اهو two N mitosis division اديتني two N زيها similar cell زيها وبعدين وبعدين ال two N D under gomaiosis فproduce cell half number of chromosome N then fertilization fertilization يبقى اعمل fusion مع جميت تاني مع سل تانية عندها half number of chromosome فرجعت لي original number اللي هو 2N تمام number 8 be only the evidence that the chromosomes is the genetic material is difference in chromosome size differed in number of chromosomes from species to another constant c in the number of chromosomes in the same species presence of chromosome inside the nucleus of the cell هنا انا كل الجمل عندي scientifically صح الجمل نفسها اه طبعا الكromosomes different in size والن number بتاع الكromosomes بيختلف من species to another والن number بتاع الكromosome constant for the same species and presence of chromosome inside cell بس المهم بأمين من دولة evidence على ان الكromosomes هو genetic material هي number c ان الن number بتاعه ثابت في نفس ال kind في نفس ال species طبعا بعد كده بيقول if the number of chromosomes in human skin cell is x so the دلوقتي number of chromosome اللي في human skin cell يبقى هو بيتكلم على ال somatic cells العادية بتاعتنا يعني x ده equal 46 طيب بيقول بقى ال autosomes in pancurias طيب هما ال autosomes دولة المفروض انه هما كام 44 يعني 46 minus 2 عشان اوصل لهم يبقى ال equation اللي ممكن تديني 44 autosomes اللي هو عايزهم اللي موجودين عند pancurias هي x minus 2 ونفس الفكرة دي بقى ممكن يجب هالي بكذا شكل تاني خراص طيب all the following is incorrect about gene except the gene is يبقى هو عايز ندور على الجملة الصح هل الجين هو molecules of DNA sequence of nucleotides protein and DNA ولا protein except separate genetic character لا هو الجين sequence of nucleotides مجموعة من nucleotides موجودين بترتيب معين بتسلسل معين اختلاف التسلسل ده بيدين الجين المختلفة لكل شخص من الأشخاص اللي موجود نكمل the percentage of gametes that have AP from chromosomal structure A capital A capital P capital P small دلوقتي أنا عندي individual عنده chromosomal structure ده وعايز أشوف الجمetes produced منه هل نسبة الجمetes اللي عندها A capital P capital قد A طيب حبتدي طلع الجمetes عادي من هنا أنا عندي two pairs A و B طيب A symmetric يبقى حاخدها أو حاخد مرة واحدة منها ال B هو ال asymmetric يبقى أنا مرة حيكون عندي A capital مع P capital أز جميت أو A capital مع P small يبقى دولة شكلين الجميت اللي موجودين عندي خلاص يبقى أنا في 50% إن تكون الجميت P capital و 50% للشكل التاني طيب Man with blood group A P married a woman her blood group is O the probability to have children with blood group A is كم percent لازم برضو أعمل الكرص أنا عندي parent AB والparent الblood type بتاع children A B طيب هو بيسألني على مين بيسألني على children اللي عندهم A type دولة يمثلوا كم من الوفي spring اللي طالع عندي 50% تمام تمام All the possible blood groups can appear if the parents were The two blood types اللي ممكن يدوني كل possible blood types التانية هم الhybrid B والhybrid A ولو عملنا الكرص هنتأكد منهم من ال من الكلام ده يعني لو أنا دلوقتي عندي الhybrid B أصدو إن أنا الparent يكون عندي B وال genotype بتاعه وhybrid A يكون الgenotype بتاعه AO برضو لإن إحنا معرفين إن ال-A وال-B ممكن يكون pure يعني AA وممكن يكون hybrid AO ال-B نفس الكلام ممكن يكون pure BB وممكن يكون hybrid BO فهنا هنا الشكلين الhybrid بيدوني four possible gametes فلما بنعمل fertilization بيبقى عندي كل possible blood groups في office springs بتاعتنا نايشي طيب بعد كتا number 14 which of the following crosses produce pink pea flowered plant علشان يظهر pink color اتفقنا إنه لازم يكون عندي dominant gene في two pair طيب هنا أنا عندي A capital بس will be small و be small يبقى ما ينفعش هنا عندي A capital في parent وال P capital في parent يبقى كده ممكن يتواجد the two dominant genes هم موجودين يبقى دولة اللي حيدوني pink color طيب نكمل إجابات عشان نتأكد هنا الB بس الCapital وما فيش A capital هنا الA capital وما فيش B capital يبقى فعلا ده possible answer الوحيدة number 15 when agglutination take place to a person with blood type A after a blood transfusion from unknown type so the unknown type may be dots يعني دلوقت عندي person الblood type بتاعت A حصل له agglutination بعد blood transfusion process يا ترى الunknown blood transfusion اللي دخلت جسمه وعملت له agglutination هل هي A B ولا A ولا O ولا A و O A B و O احنا متفقين ان الO يبقى القول مفروض انه هو لما بيتنقل لأي شخص ما بيعملش اي مشكلة وهو اصلا الblood type بتاعته A فلو اخد blood من type A زيه مش هيحصل المشكلة مين اللي ممكن يعمل agglutination ال A B ليه لان ال A B عنده antigen B اللي هو غريب عن person type A فهو دوت اللي لما حيدخل حيقابل الantibodies B اللي موجودة عند الشخص ده وممكن يسبب الagglutination number 16 the blood type that have the largest number of antigens مين عنده اكبر عدد من الantigens هل ال O negative ال A positive A positive B positive طبعا هو ال A positive لانه عنده ال A Antigen A وAntigen B وAntigen ال RH according to lack of dominance when a cross between RW وWW producing كام genotype وكام phenotype تعالوا نطلع الagamites ونشوف ال possible gamites من ال parents الاولاني R وW والparent التاني حيديني W بس طيب لما عمل ال cross بتاعي هيبقى عندي RW وWW two genotypes مختلفين وكل واحد فيهم بيديني phenotype خاص بي أنا هنا عندي two genotypes وtwo phenotypes produced مختلفين مختلفين مختلفين